تحقيق السلامة العامة مسؤولية كل الأطراف وتتطلب تعاونا والتزاما بالإرشادات التوعوية والتي يعمل الدفاع المدني على نشرها بشكل مستمر تزامنا مع أدائه لواجباته والنهوض بمسؤولياته في جعل السلامة العامة أمرا واقعا حماية الأرواح والممتلكات غاية النبيلة تتطلب الكثير من التضحيات وهو ما تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني على مدار الساعة ضمن الإدارات المعنية بوزارة الداخلية من أجل تعزيز السلامة العامة وفي هذا الإطار فإن الدفاع المدني يقوم بتلقي البلغات ومباشرتها على الفور تعزيزا لمنهجية الشراكة المجتمعية التي تتطلب تعاون كافة الأطراف ذات الصلة جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في شهر رمضان مبارك من خلال قرفة العمليات هي تلقي البلغات على مدار الساعة وتوجيه الآليات إلى مكان وقوع البلغ طبعا أكثر البلغات اللي نستلمها في شهر رمضان هي بلغات حرائق المطابق وهذه تكون بسبب عدم العناية والأهمال نحب ننوه للأخوة المواطنين والمقيمين على ظهور التقييد بشراطة السلامة اللي منها وجود كاشف للدخان بطانية حريق وطفاية حريق وهذه كلها رح يقلل من الأضرار في حال حدوث حريق لا سمح الله وبالتوازي مع العمل الميداني حرص الدفاع المدني على تنفيذ منظومة متكاملة من التوعية سواء من خلال الزيارات أو توزيع المطويات أو الالتقاء بالمواطنين عبر المحاضرات وكذلك المناسبات العامة ومواقع الترفيه إذ أن الاشتراطات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعريف بكيفية التصرف السليم حال وقوع حريق مثلا من الأمور المهمة في إطار حماية السلامة العامة تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بحملتها السنوية لمرتدي الخيام والمجالس الرمضانية وذلك من منطلق حرص الإدارة على حماية الأرواح والممتلكات وسلامة المواطنين والمقيمين طبعا الحاملة مستمر طيلة الشهر الفضيل وذلك من خلال زيارة الخيام للتأكد من هاي الاشتراطات في مختلف محافظات المملكة يتم إلقاء الضوء على الممارسات الخاطئة اللي يرتكبها المرتادين ولفت انتباههم إلى المخاطر المتمثلة في التوصيلات والتمديدات الكهربائية الخاطئة وكذلك ممارسة التدخين داخل الخيام نتأكد أيضا أن تكون نصب هاي الخيام بعيدة عن الشارع العام يتم توزيع طفات الحريق اليدوية كهدايا تشجيعية لهم وذلك من أجل المحافظة على سلامتهم وتوزيع كذلك البروشورات والمطويات التبعوية تبقى السلامة العامة مسئولية مشتركة لأنها في صالح الفرد والمجتمع ومعها تبقى الآمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم خصوصا في هذا الشهر الفضيل تبقى الآمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم تبقى الآمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم تبقى الآمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم اشتركوا في القناة